السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا في احسن الاحوال انتم تشاهدوا معي هذا الفيديو مرحبا بكم في قانة عالم امراضان كما تلاحظوا معي اليوم فيديو جديد مغريبي مية في المية اتمنى ينال اعجابكم وقوموا معي باش تشوفوا الطريقة والمقادير لا تنسوا لي اشتراك وتفعيل جرس دائما نوصلكم الجديد شكرا شكرا لبنات قليل تحقوبية شكرا لكم كاملين شكرا على الدعم شكرا بزاف كما تلاحظوا معي هنا عندنا الطحين عندنا الماء عندنا العسل عندنا الخميرة حبيبت وشوية ديال الملح ندوزوا طريقة هنا عندي تقريبا سبعة ديال الكيسان ديال الطحين للعنبة غادي ندير ثلاثة اول حاجة غادي ندير ثلاثة الكيسان كما تشوفوا معايا قريبا ندير ثلاثة تقريبا ندير طلع 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 الصغر 1 ملح 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 2 ملح 3 ملح 4 ملح أعطيتكم المقادير لحسب الطحين سوف نضرب الخليط ثم نضرب الخليط نضرب الخليط سوف نضرب الخليط ثم نضرب الخليط نضرب الخليط خمر نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين قلعة نصف المقادر نضيف طحين نضيف طحين منظر العجين تضرب ماء جنته تضرب ماء جنته تضرب ماء جنته تلسق في اليد تضرب ماء جنته تضرب ماء جنته تضرب ماء جنته نضرب ماء جنته ونغطيها ونجعلها تخمر تقريبا 1-15 دقيقة ونغطي السلوفين ضروري بشوي ديال الزيت نغطي السلوفين ونجعلها تخمر تقريبا 1-15 دقيقة نغطي السلوفين ، ثم نغطي السلوفين يمكنك التقريبا 7-15 دقيقة نغطي السلوفين قطع قريصات ضروري سوف نقطع قريصات سهلة و لا تصعب قطع قريصات سأقوم بالن Luke سوف نقطع قريصات سوف نقطع قريصات مقلة ننهز الزيت ننهز الزيت نضيف المقلة ننهز الزيت نضيف المقل تيضيف المقل ركز ينهز الزيت يجب أن تطبقوا هذه الطريقة و هذه المقادر سوف تصدق معكم بطريقة جيدة أول مرة سوف ندهن إذا كنت تريد أن تنسوا بحركة و تقبوا شونجة و هذا الشيء يجب أن تدهنوا ايضا بالماء لا تقوم بالزيز تقوم بالماء تقوم بالماء تضيف الحراء تضيف الحراء تقوم بالزيز يجب أن تقوم بالزيت الزيت المائل تجعله تسخن جيد و تقوم بالزيت دوني و تصدق الماء يجب ان نقص المقلب و نقص البوطة مزيان و يتنفخ و يجي منفش فش من الداخل و لا يجي شرب الزيت سوف نكملها بحلاقات و نكمل الكيميات و يجي منفخ و نفش فش دير بواقات يعني سهل و يوجد ضغياء في واحد المدة ضغياء بالذربة يعني انساء اللي بغي يدروها كالكوطة او طالف طور مخير ضغياء يوجد يعني ما شيته تخليه واحد المدة بزاف ضغياء يخمر و انا غدي نكملها هكا على الطريق كما تشوفو تيجي محمر تلون ديالو تيجي رائع بش تديرو ذاك العسل تيجي ذاك اللون دهبي ديالو ديال شفنج النيت كما قلت لكم هالبناس انا اول مرة صراحة غادين غادين دير شفنج و قلت غادين شاركوا مع البنات و يشوفو معايا كيفاش غادين يطلعوا الصراحة طلع رائع مقرمش يقول فاديك تقرميش ديال شفنجين لانتوا مغادين 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 شفنج كما تشوفو معايا و هنا ها هو تبصير لان تخرج ليه تبصير كبير سبارك الله رأى واحد الكيمية لا بأس بها زعمال صراحة العائلة إلا كانت عائلة كثيرة وادارة الكسكروت مخيرة وهنا رافقته بشوية ديال العسل شك تيجي محمر وتيجي مفشفش تيجير هذك البواقات ديال شفنها جنيت ديال الصنقة ورافقته هنا بالعسل و صراحة الجنزوين وجناشف من الداخل يعني لابغيت يجربه في الضر رائع رائع على البنات وغادير نرافقه واحد الكويس ديال اتيب النعناه كما تتشوفه ضروريش نجمع اتيب النعناه هذا هو الكوتي ديالي نتمنى هنا الاعجاب ديالكم هنا الاعجاب ديالكم وتجربوا ان شاء الله ويعجبكم دوراري غادي نحليكم واحدا بش شوفوا آي قوم دياله كدير من الداخل يعني تقرميش pea سمعون محلولة من الداخل محلولة من الداخل محلولة من الداخل ومحلولة من الداخل نتمنى الاعجاب ممتبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة